بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في برنامج مدرسة على الهواء أوليسون توديي أباوت ريفيجن إن كيمستري شابتر ثري أن شابتر فور حصة اللي فاتت إحنا رجعنا شابتر وان وشابتر تو هنكمل شابتر ثري أن شابتر فور شابتر ثري بيكلم على الكيميكال إكوليبريام إكوليبريام ما هي بسبب إكوليبريام سيستم وما هي بسبب إكوليبريام في عندي إكوليبريام سيستم وفي عندي إكوليبريام كيميكال إكوليبريام كيميكال إكوليبريام إكوليبريام سيستم إكوليبريام سيستم إكوليبريام سيستم إكوليبريام سيستم سوث ، موضوع ، الأداء ، موضوع ، ويقف نظيف ، الأداء ، الأداء ، أثناء ، الواء تبدأ في الدواء ، الأداء مجلسي ، ويحيد الأموات ، وزيق السعود ، ويصدق السعود ، البخري 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 يوجد اللزودودودول بمن всем يتوقه عملين حتى نصل الله النزودودود ان arrive عندما갑 furnnah الطبات السلوك ، namingلنا أنه يمني أنه واص مباشر من الطبات السلوك فيواس المزوج هنا ماnetه السلوكنات السلوك ايضا استضل دخ口 والماء الحل التح abundندون في LP المفاج mph يتم تنظرف الطب 8 الوقت الوقت الانترين على طرف المسيس والطرف المسيسين يخلط في طرف المسيسين عندما يخلط المسيسين على طرف المسيسين يبقى هنا إكوليبريام سيستمر يبقى هنا إكوليبريام سيستمر في الحقيقة هو ديناميك سيستمر لأن الإكوليبريام مستمر والكوليبريام مستمر بحديث مستمر ونفقها. و ليس بتجربة الإجتماعية إليما تسمّم و٩entالون لذلك ن зовут بذلك خيس الующ doubt موضوع 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 لماذا هي موضوع موضوع مقرق عمل مقرق عمل لماذا هي مقرق عمل مقرق عمل؟ الريق مقرق في مطرق الريق مقرق في مطرق مثلما عندما أصبح مغنيزيون ثم مغنيزيون لتصور مغنيزيون مغسو4 وضع مغنيزيون لذلك الناس مستعد مع أكداء مجموعة لتصور مغنيزيون تدرين أن مغنيزيون يساعدون لأسفل من المغنيزيون مغنيزيون مغنيزيون عندما إصبح سوديوم كولوريه اقوى سلوشان plus AGNO3 اقوى سلوشان سوديوم ميترات نا نو3 اقوى سلوشان واغي سلوشان واغي سلوشان واغي سلوشان لما كنا بنعمل ديكشن للكولوريه ياولاد لو فاكرين اني بيديني واغي سلوشان الواغي سلوشان ده سلوشان من المدين خرج من المدين بتاع التفاعل من الاقوى سلوشان إذن the products cannot react with each other once more to form the reactants so this reaction proceeds in one direction it is called irreversible reaction or complete reaction طب نشوف النوع التاني irreversible reaction or complete reaction incomplete reaction sorry reversible reversible reaction incomplete reaction this reaction proceeds in both forward and backward react in forward and backward for example when we get acetic acid CH3 COOH acetic acid plus ethyl alcohol C2H5OH this reaction proceeds in forward and backward it gives ethyl acetate ester CH3 COO C2H5 plus water at the same time ethyl acetate ester react with water to give acetic acid and ethyl alcohol reaction proceeds in forward and backward يبا بنقول على ال reaction that one and that incomplete reaction or reversible reaction for example in nitrogen plus three hydrogen gas gas it gives 2 NH3 NH3 ammonia gas at the same time ammonia is converted into nitrogen and the hydrogen when this reaction proceeds in forward and backward يبا بنقول على الاني 2 type of reactions an irreversible reaction which proceeds in one direction only why because products cannot react with each other to form the reactants why because one escape from the medium إما أن يكون gas evolving or solid precipitate the second one is reversible reaction or incomplete reaction the reaction proceeds in forward and backward reaction both reactants and products are found in the medium لو احنا جبنا الكلام ده في فلاسك بعد ما يتم الـ reactions هنشم good smell ريحة الاستر وازا السيم طايم الاسيديك اسد هيقصر على الاتمص وهيبقى فيه السميل بتاعت الايه الاتيال الالوح يبقى both reactants and products are found in the medium ده بالنسبة لي ال type of chemical reaction طيب يعني ايه ال chemical equilibrium ويعني ايه ال rate of chemical reaction ده definition مهم قوي يا ولاد ال rate of chemical reaction rate of the reaction معناها change concentration of product change the concentration of products or reactants change concentration of product or reactants per unit time ممكن ناخد ال concentration مول بالليت وناخد ال time بالsecond او بالمنut بمعنى لو انا في عندي reaction وكان complete reaction وهنا ال concentration وهنا ال time عم بص لاي ال reactants can 100% go to the end to zero وده عبارة عن ال reactants خلاص ال reactants complete ال reactants are finished while ال product can be start with zero and then increase until it becomes 100% ده عبارة عن ال product يبقى ال complete reaction خلاص ال complete reaction بيحصل في ال graph اللي عندي هنا ان ال reactants بتبدأ ب maximum value 100% وبتوصل الى zero بينما ال product كان بيبدأ ب value zero وبينتهي الى 100% او بيوصل الى maximum طيب لو كان irreversible reaction لو كان reversible عفوا ده irreversible لو كان reversible بنقول ان ال reactants start with 100% او start with the maximum value and then decreases but it doesn't go to the end يبقى ده ال reactants ادي ال 100% ده reactants طيب وال product بتبدأ من zero وبيحصل increase increase لكن ما بتحصلش انها توصل الى ال maximum ال 100% ده product يبقى as the same time هنا حصل ال equilibrium position ال reactants موجودة وال product موجودة بتكر two not are equal يعني مش ده 50% وده 50% لا الاثنين موجودين لكن ما فيش reactants ما بيخلصي ولا ال product ما بينتهيش both reactants and products are found ليه لان ال reaction proceeds in forward and backward طيب نوصل بقى الى definition يعني ال chemical reaction ال chemical equilibrium it is a dynamic system where rate of forward reaction equals rate of backward reaction rate of backward reaction at the same condition يعني 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 rate of forward reaction يسوي rate of backward reaction position not change both reactants and products are found in the medium concentration of reactants and products not change the condition the condition of the reaction not change no gas evolved no solid precipitate and the condition still constant يعني not change يبقى بنقول ان conditions دي كلها اللي احنا قلناها اللي انا قلتها دلوقتي ال condition still constant ما بتتغيرش في الحالة دي بيبقى rate of forward بيسوي rate of backward reaction فبنوصل الى chemical equilibria طيب عاوزين نعرف دلوقتي ياولاد الفاكتورز التي تؤثر الفاكتورز affecting the rate of the chemical reaction يطر الchemical reaction ده ممكن يبقى سريع ممكن يبقى بسيء خلاص يعني for example chemical reaction بيبقى سريع لما بنعمل مثلا adding اللي انا قلنا السلواتي ال صوديم كورايت سليوشن مع silver nitrate بيحصل precipitate at the same time لما بنعمل adding المثل مع acid بيحصل evolve الهجين at the same time يبقى بيحصل فورا immediately reaction يعني يبقى short time very very short time لكن لما بنعمل planting المثلا ممكن تعد months ممكن تعد days ممكن تعد years يبقى هنا time of the reaction بيبقى long شوية طيب يطر ايه الفاكتور affecting the rate of the chemical reaction فاكتور affecting rate of chemical reaction في عندي six factors number one nature of the reactants nature of reactants nature of the reactants هتشمل two points number one type of bonds type of bond في عندي نوعين اثنين من البند مشهولين قوي هو ionic bond وال covalent bond ionic bond will covalent to bond the compound which comes from ionic bond زي مثلا say sodium chloride خلاص metal و non metal ionic bond بيبقى fast reaction why because the reaction occurs between ions لما بنحط sodium koloride مع silver nitrate solutions بيتفكك الى ions تبقى جاهزة فورا ان يحصل يتم reaction بينما ال covalent محتاج time اطول شوية لانا بتبقى slow reaction عشان يعمل breakdown لل bonds between the reactants وبعدين يعمل بعد كده forming new bonds يبقى ionic compound يبقى fast reaction وال covalent بيبقى slow reaction number b surface area surface area as the surface area increase the rate of the chemical reaction increase كل ما بتزيد surface area جسد for example لو انا جيت block of zinc و put it in the acids block of zinc وحطيته في amount of HCL for example هيحصل لصاعد الhydrogen hydrogen has evolved because zinc replaces hydrogen in the acid when we get powder of zinc the same amount of the block the same amount بس ده كان block لانا نجبناها على هي the powder ونحط ه same amount of the acid في نفس كمية اله الاسد هنبص لاي amount of hydrogen increase يعني لو في عندي حسابة time هلاي ان في short time بيطلق مية اكتر من الhydrogen دليل ان لما تحول zinc الى powder يعني surface area increase يبقى rate of the chemical reaction increase اوكي this is number one number two number two concentration concentration a a say لون عندي number of molecules a collide with molecule b a collide to b or b collide to a if we increase the concentration of a and concentration of b the probability probability a a one collide by b one a two collide by b two b two collide by one also a two can collide by b one and b one can collide a two also a one can collide can hit b two and b two can hit اذن probability increase يبقى احتمال collision احتمال التصادم between molecules increase يبقى chemical reactions increase حاليا نكلم على بعد كده على concentration لما نوصل ل law of mass action عشان نبدأ ناخد عليه exams لكن هناخد الفاكتوري البعض number three حنقول التمperature طيب التمperature بتعمل ايه according to the collision theory molecules which collide to each other can react الملكيول اللي حتصدم مع بعض هي اللي حصل لها reactions طيب فايدة التمperature increase the kinetic energy of the molecules so increase the chance of collision so the rate of the chemical reaction increase لكن طبعا لما نوصل ل chemical equilibrium وقاعدة لوتشة اللي حنشوف طبعا بيبقى فيه اختلاف شوية يبقى هنا بنقول ان increase the temperature increase the kinetic energy increase the chance of collision so the rate of the chemical reaction increase number four l-pressure also l-pressure affect the rate of the chemical reaction for example we use l-bris cooker l-bris cooker in order to cook food why because increase the pressure in this cooker increase the temperature so increase the rate of the chemical reaction فبيحصل cooking l-food faster or in short time number five l-catalyst l-catalyst it is small amount of substance can add it to the reaction to affect the reaction اما increase the rate of the reaction or decrease the rate of the reaction هاي بي l-catalyst بيعمل decrease l-energy needed to start the reaction or to need it to complete the reaction فبيوفر في القاست بتاعت l-ear reaction يبقى l-catalyst عبارة عن small amount added to the substance to affect the rate of the chemical reaction this is number five number six a light a light affect the rate of the chemical reaction عندي two example قبل كولاد احنا بنقول الفاكتوس دي بنتكلم بسرعة لانت نتشرح طب كده in details لكن احنا بنعيد بسرعة على المنع عشان نقدر ايه نلم بالمنع كله في short time l-light في عندي photographic وفي عندي l-photo electric cells في عندي photographic بيبقى على الفيلم التصوير بتبقى عندي silver bromide when the the phil expose to the light the ag ag i accept electron from bromide and converted into ag and precipitate precipitate as a phil while a bromide is converted into bromide and dissolve in the gelatinous layer of this film يبقى هنا l-light بيحصل تأثير على precipitate silver وبالتالي على الصورة تتكون او لا وال photosenses عارفين ان green plants محتاج l-light علشان يعمل الفود من خلال عملية photosense دول factors affecting the rate of the chemical reaction طيب هنتكلم على look of mass action وبعد ندخل على low châtel y vag and gold bag وصلنا الى القانون الات لو سي عندي مثلا for example هنجيب iron fe cl3 iron 3 color ده بيبقى لون yellow ونضيف على ammonium thiothionate nh4 scn ammonium thiothionate ده بيبقى colorless بلاعي بيحصل reversible reaction والfe مع scn fe scn all by 3 يبقى نحط هنا 3 وده بيبقى لون blood red color plus بيبقى 3 nh4 cl colorless when we increase the amount of fe cl3 لو ما نزود fe cl3 اللي لونه yellow هنلاقي red color increase يتحول الى red color why لما بعمل increase fe cl3 بيحصل increase rate of the chemical action هيا طلعنا الى قانون من اللاقة ده low of mass action at constant temperature the rate of the chemical reaction is direct proportional to the product of multiplication concentration of reactants h1 raised to the power equal number of molecules يعني ايك كلم ده يعني r1 rate of chemical reaction direct through proportional will concentration product of multiplication concentration of reactants يعني concentration of concentration of e square bracket fe cl3 by nh4 nh4 scn to the power 3 h1 raised to the power equal number of molecules or number of ions in balanced chemical equation type this is r1 rate of the chemical reaction that is direct proportional to the product of multiplication concentration of reactants h1 raised to the power equal number of molecules or number of ions يبقى من relation دي نقدر نقول ان r1 حتساوي constant ck1 fe cl3 times nh4 scn all by 3 ammonium say thing by the way لما ناخد r2 ال backward reaction r2 directly proportional to the product of fe concentration fe scn all by 3 by nh4 cl to the power 3 يبقى حنضر say that r2 equals constant k2 by fe scn all by 3 times nh4 cl to the power 3 r1 حنقول عليها step number 1 والr2 حنقول step number 2 يبقى انا عنجي r1 و r2 طيب احنا بنقول ان ده equilibrium يعني equilibrium يعني r1 equals r2 at equilibrium she just قال ان at equilibrium the rate of forward direction equals the rate of backward direction يبقى k1 times fe cl3 by nh4 scn to the power 3 equals k2 times fe scn times nh4 cn to the power 3 طيب لو انا عاوز اجيب k1 over k2 يبقى حكت بالproduct k2 المنظروف k2 بالcross multiplication هيبقى عندي الف scn 3 concentration by nh4 cl to the power 3 divided by fe cl3 times nh4 scn all by 3 يبقى ادر اقول ان k1 زى k1 over k2 هنقول عليها k equilibrium constant of equilibrium يبقى k equilibrium هتساوي product of the concentration of product divided concentration of reactants طبعا h1 raised to the power equal number of molecules حقيقى الكي دي انا قدى ناخد منها امثلة كتير جدا لو انا اداني value تاعت reactants والproduct بال mole بال mole بال يعني الconcentration هيبقى عندي هقول عليها kc ودبقى دي صيغة kc لو عندي اداني الvalue كانتجزز والدهاني بالبرجر يبقى اقول عليها kb بس يتغير البركت من ال square ده ال normal bracket طيب لو هيبقى ناخد بعد كده لما يبقى s هيبقى kb لما يبقى bs هيبقى kb لما يبقى water k-double اللي ما يبقى solubility product يبقى ksb تعا نشوف المسألة لما تيجي مسألة هنحلها ازاي ناخد مثال بسرعة على القاعدة دي ونشوف كده عندي هنا مسألة سي مسألة بتقول find calculate the equilibrium calculate the equilibrium نكتب المسألة قدامنا calculate the equilibrium constant equilibrium constant lkc of this reaction مديني reaction l-i2 plus h2 with the gas خدوا بارك أولاد احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان دايما في الشابتر ده بذات تحديدا لازم اكتب l-physical state يعني هو solid ولا liquid ولا gas هديني 2 hi 2 hi باردو gas given that l-n الconcentration بتاعت الايودين 0.221 والconcentration بتاعت الهايدوجين 0.221 مول بالليتر والconcentration بتاعت الهايدوجين ايودايت 1.563 مول بالليتر طيب انا عندي هقول ان الكيس هي حيساوي البروداكت لو الhi concentration of hi raised to the power equal 2 لو number of moles divided concentration of iodine في concentration of hydrogen كل يحصل لنا حنقل الvalue هي بقى ال1.563 to the power 2 لان الhi هي الفوق وبعدين هنا عندي 0.221 times 0.221 يعني كأنها سكوير وبالكالكوليتر قدر اطلع القيم مسائل زي كده سهلة هنا بكتب التكست اللون اللي عندي وهنا بحوله الى value حسب القيم اللي هو من ده بعض الاسئلة جات طلب مني بس اكتب القيم دي واسئلة موجود سؤال في كتاب المدرسة سؤالين اتنين موجودين في كتاب المدرسة بيطلب مني اجيب الصيغة دي بدون ما يديني اي value عاوز بس اعرف لان انا بعرف ان حصل دار بالproduct concentration of products وان كل واحدة raise to the power equal the number of molecules ده بالنسبة لي ال law of mass action طيب مني نتكلم بعد كده على low châtelier low châtelier principle low châtelier principle بيقول ايه low châtelier principle بيقول change in any conditions change in any condition of chemical equilibrium يبقى هنا شرط في عندي ايه equilibrium change in conditions any conditions of chemical equilibrium such as ال concentration التمperature or pressure will shift the reaction and will shift the equilibrium to to the opposite direction to the opposite direction or to direction which will opposite change هيبدأ هيبدأ يأكس the change ده ليه عشان يعيد equilibrium مرة أخرى يعني حصل imbalance في equilibrium خلاص لازم the condition التفاعل يمشي في اتجاه الذي يعيد مرة أخرى الإكوليبري طب ناخد مثال ونبدأ نشرح عليه بالتفصيل الكلام ده ونشوف ايه المطلوب منه يعني ناخد المثال السهلة قوي N2 plus 3 H2 طبعا لازم اكتب gas gas خلاص ونقول بعد كده 2 NH3 gas وكومة delta H قال لي negative 92 KG negative take care negative عشان نعرف negative دي معناها ايه تعال نشوف تأثير الconcentration وبنقول ان الconcentration هيطلب مني حاجة من اتنين يقيم ال direction of the reaction يقيم effect الconcentration على one من هذه ال compound يعني مثلا تأثير الconcentration اللي احنا هتكلم عنه دلوقتي على الامونيا gas او على الhydrogen او الhydrogen for example when the concentration of nitrogen increase يبقى the reaction proceeds forward هيمشي opposite direction او نزودت هنا زي ما احنا شرحناها مرة قبل كده وبنسكن وراتنا الطريقة الظريفة ان هنا الhydrogen لما نزود الhydrogen يبقى لو في بيلي هنا موجودة هتجري forward في الاتجاه دا يعني بيمشي طيب لما اعمل increase الhydrogen يبقى the reaction proceeds forward طيب لما اعمل increase للconcentration of ammonia زود الامونيا يبقى حينشي backwards يبقى اتجاه التفاعل direction of the reactions backwards دا لما يكون يطلب مني طيب قال لي the effect of these conditions on concentration of ammonia adding nitrogen طيب لما نزود الhydrogen هيمشي forward لانا عرف active forward او كنت خلاص لي ايه ايه لا يحصل الامونيا increases طيب increase the concentration of hydrogen او adding more hydrogen الامونيا increase طيب خلاص الconcentration او amount of nitrogen decrease يبقى الرياكشن هيمشي backwards يعني معنى ذلك ان الامونيا decreases فتكير هو طالب مني ايه بالزبط هل هو طالب الconcentration بتاع substance معين ولا هو طالب ال direction ده لما نتكلم على الconcentration تعالي نتكلم شوي على temperature لما نلاقي عندك كلمة delta h بال negative او تلاقي كلمة exothermic exothermic او تلاقي الهيت مكتوبة برا كل ده بمعنى exothermic يعني هنا مثلا قال لي ال n2 plus 3 h2 2 nh3 وده delta h بالnegative يعني معناها ان الهيت موجودة في ال product بالnegative يبقى الهيت مع مين مع ال product طيب تعال نشوف increase temperature temperature هنا لما نعمل increase temperature يبقى التفاعل هيمشي ايه هيمشي backward يعني يعني الhydrogen والnitrogen increase يبقى هيمشي التفاعل forward ليه عشان يعيد مرة اخرى هيزود الهيت لان انا قللت الهيت يبقى لازم يروح في التفاعل في الاتجاه اللي في increase الهيت احنا قلنا shift the direction to the direction to the direction which will opposite change طيب يبقى هنا حيمشي forward يعني معنى ذلك ان او لو طلب من الhydrogen يبقى decrease number 3 يتكلم على pressure high pressure بالنسبة للgaz نازم نكتب دي gaz اهي بيسو number of moles عشان عشان يبقى ده ال partial pressure of the ملك ده ال nitrogen 1 والhydrogen 3 يبقى عبارة عن 4 molecules هنا الامونية 2 يبقى فين الpressure الاكتر يا ولاد يبقى هنا high pressure يبقى هنا عندي high pressure وفي الامونية اللي هو low pressure طب لما عمل increase للpressure يبقى هيمشي عند high ولا عند low هيمشي عند low تمام يبقى هيمشي forward يعني الامونية increase ولذلك في طريق top and push لتحضير الامونية السنة اللي فاتت كنا بنستخدم هنا 200 atmospheric pressure بنزود الضغط الى 200 atmospheric pressure طيب لو عملت decrease يبقى هوا الdirection هيرحنا من ناحية الاعلى high pressure يبقى هيمشي backward يعني هيقلل الامونية لو عملت decrease للpressure هيا اضيف نقطة تانية لو الاثنين قد بعض يبقى pressure has no effect ازاي قد بعض يا مستر يعني لو مستر قلنا CO2 plus H2 الداني H2O plus CO كلها جازز فهنا 1 1 2 molecules وهنا 2 molecules يبقى pressure هنا يبقى pressure has no effect يبقى انت يكون pressure has no effect لما يكون الاثنين equal number of moles في product add reactants والcatalyst حي مهمة بردو نتكلم على catalyst هطلب مني the effect of catalyst على الاكوليبرة الكاتalyst has no change الكاتalyst تزوصا on the effect of the chemical action وزود itself being change هي ما بتتغيرش هي بس بتأثر على بتعمل ايه بتعمل decrease لل activation energy وبالتالي يتم التفاعل في زمن اقل في زمن اقل يبقى هنا لم يطلب مني the effect of catalyst هقول has no effect طيب في في look of mass اكشان لما اجي احسب الكاس ياخد بالك لو في عندي solid او في عندي water liquid ما بيتحسبش طب دي حنستفيد منها الزيت تعالى ناخد المعلومة دي ونشوف هنوصل لها اين لما اعمل الووتر مثلا say ال H 2 O liquid water اتفك حصلها dissociation الى H positive وال OH negative واي اين سيقلنا هيبقى اي cos بينما الووتر في concentration of hydroxine ولقينا ان هذه القيمة بتسوي 10 to the power negative 14 وهنتكلم عنها بعد كده لما نجي نحل المسائل وهنسمي الديفينيشن ده ionic product of water ionic product of water يعني ايه ionic product of water عبارة عن the product of multiplication concentration of hydrogen times the concentration of hydroxyl iron which equals 10 to the power negative 14 طبعا ناخد اخذ 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 تفضلين نسمع بنتنا وبعدين نكمل الو اه تفضلين فاطمة اه مشي مستوى انا كان عندي سؤال بس اتفضل حضرت هو بيقول اه ماشي فالسؤال بيقول سوديوم سوبر اوكسايد سواني سوديوم اه سوبر اوكسايد سوبر اوكسايد اه ماشي سوبر اوكسايد على في وجود الكاتاليست اه وبعدين اكتنين اه سي اللي هو كاربون يعني صولد اه وبعدين بلاس سي او جاز سي بلاس سي او اه جاز وهيدينا بقى سي اه تو سي او تو سي او جاز جاز اه هو عاوز يستخدم السوديوم سوبر اوكسايد اه ازا كاتاليست خلاص طب هو سوديوم ولا بوتاسيوم بوتاسيوم سوبر اوكسايد او شوفتي بقى واقص شوي كي او تو بوتاسيوم سوبر اوكسايد خلاص ما عليش هي معلومة مرتبطة باللي خدناه السنة اللي فاتت يا فاطمة او السنة اللي فاتت احنا قلنا ان البوتاسيوم سوبر اوكسايد بيستخدم بيعمل بيوريفيكيشن او الير اللي في زي مثلا في الصمارين لانه بيمتص الكربون دايكسايد بيحوله الى بوتاسيوم كاربونيت وبيطلع أكسجن يبقى المعلومة اللي انا هستفيد منها وجود الكي اوتو هيعمل ابزورب للكربون دايكسايد طيب يبقى لما انا أقل الكربون دايكسايد يبقى همشي فورورد ولا باكورد زي ما نقولت الوقت ها هقل الكربون دايكسايد سحبت الكربون دايكسايد يبا يمشي باكورد يبا يمشي باكورد عشان الرياكتنت هي اللي ألت يعني اه لان الرياكتنت ألت طيب كان عندي بقى سؤال تانية تفضلي مسألة بس في ال البي او اتش فالي اتفضلي 60 جرام of acetic acid CH3 COOH Dissolve in water in water to form 10 liter of the solution 10 liter of solution calculate BOH وقاب لي KA calculate BOH take care BOH وقاب لي KA 1.8 1.8 1.8 حاضر في حاجة تاني حنشوف المسألة دي ونفهم الاول ازاي احنا هنحل المسألة واعرف كل جزئية موجودة منها اول حاجة ده ascetic acid يعني هيبقى الكونسنتريشن خاص بالهايدروجين وهو عاوز ال بي او اتش يبقى انا هجيب البي اتش وبعدين اطرحه من الفورتين هطلع البي او اتش طيب اجيب البي اتش ازاي انا قلت النهاء هنقول البي اتش ونحل المسائل بتاعتها بعدين لكن طلما ابنتنا جابت لنا الموضوع من اول البي اتش بيساوي النمبر ليساوي النمبر المول على الفوليوم باللتر هو مديني 6 جرام ومديني الفوليوم 10 لتر يبقى قدر اجيب الكونسنتريشن يبقى الكونسنتريشن الكونسنتريشن السي هتساوي ال6 جرام هحولها الى مول يا ريت بنتنا تكون لتابعنا ومسامة معنا هم مديني الاسيتك اسيت CH3 عاوز اجيب المول بتاع الاسيتك اسيت CH3 COOH السي طبعا هديني القيام في المسألة لازم ان السي ب12 هنا عندي يبقى 24 بلس الهايدرين ب1 وعندي 4 هييدرين يبقى دي 4 والاكسجين بسكستين عندي 2 اكسجين يبقى 32 يبقى هنعمل كل دا عشان نجيب النمبر 24 مع 4 مع 32 هيتطلع 60 يبقى هاسم 6 جرام على 60 عشان اطلع النمبر اوف مولز يبقى النمبر اوف مولز ديفايد على الفوليوم 10 وانا لازم انا كاتب الفوليوم بالليتر يبقى لازم على 1000 يبقى اجيب السي ازاي هاجيب النمبر اوف مولز طب النمبر اوف مولز باجيبها ازاي اولاد باجيب الماس الملكلر ماس كله دا المولر ماس وبقسم الجيفن ماس اللي ميدويني اللي هو الستة جرام على المولر ماس النمبر اوف مولز بيساوي التوتل ماس او الجيفن ماس على الملكلر ماس اللي هو المس اف وان مول يبقى دي هنجيب السي هتساوي هنا نشيل زيرو مع زيرو هتطلع فوق ستة مع ستة يبقى دي هتطلع وان يبقى السي هتساوي ايه هتساوي وان مظبوط كده او نحلها بالكالكوليتر هيبقى دي ستة في وان هندرد على سكستي في تاني لا عاوزنا نحلها بكل يبقى دي راحة تزيرو وستة ما ستة في وان يبقى الكنسنتريشن واحد مول بالليتر طيب ارجع بقى ازاي بنجيب الكنسنتريشن دي القانون اللي احنا كنا نسة هنقوله فنقوله دولاتي بدان بنتنا طالب الكنسنتريشن بتاع الهايدرين بيساوي الروت كي اي باي سي كي اي باي سي عشان كده هيبنتنا على الاتنين نداني ال كي اي بيساوي 1.8 times 10 to the power negative 5 يبقى اقدر اجيب منها ال H positive i هيبقى ال H positive i اهم تركيز الهايدرين H positive i روت 1.8 times 10 to the power negative 5 times 1 ونشوف القيمة دي هتطلع كاما بالكالكوليتر معلش معيش عفوا معيش كالكوليتر هنطلع القيمة دي سي طلعت X طلعت القيمة X يبقى هجيب ال B H ال B H هتساوي negative ال X هفترض انا القيمة من عندي انا معيش كالكوليتر عشان تعمل كاما هقول نفترض ان ال X دي طلعت مثلا 10 to the power negative 3 يبقى عندي ال B H هيساوي negative log 10 to the power negative 3 يعني هتساوي 3 طلعت ال B H 3 هجيبي ال B O H هيساوي 14 minus 3 يبقى هيساوي 11 اوكي ها يارد تكون بنتنا اه متابعة وسامعة الحل المسائل اللي امتابعنا في الايه في التلفزيون يبقى المسألة هنا الظريفة او لان هنا ده خلي كسا معلومة مع بعض ده خلي القانون اللي احنا بنقول عليه ال B H وجب علاقة ما بين ال B H وال B O H اللي هي بتساوي 14 وجبنا ازاي بنجيب ال B H اللي هي negative log concentration of hydrogen ion ووداني ازاي نجيب ال concentration of hydrogen ion من الرول الروت ال K A في C وفي نفسها تخلاني احل مسألة ازاي اجيب ال concentration مسألة كويسة جدا وشكرا لابنتنا ونشكركم وان شاء الله فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل باذن الله اجين ويباك تو اوار برو جرام مدرسة على الهوى ونكمل مع بعض ريفيجن ال chemistry بسرعة كده هنكمل الجزء الباقي في الشابتر ده عشان نقدر ناخد شابتر 4 هنقول ان لما نتكلم على ال ionic equilibrium في عندي for example ال HCL ال HCL بيحصل complete ionized يديني H positive و CL negative liquid aqueous all molecules of HCL are converted into ions فبنقول انه ده completely ionized وبنطلق على ال HCL strong electrolyte electrolyte يهre substance conduct electricity بينما CH3 COOH partially ionized بيتحاول جوز part is converted into ions والجوز not ionized فبنقول عليه incomplete ionized او partially ionized وبيبقى ده في الحالة دي اعتبر ايه يعتبر weak electrolyte يبقى الفرق بين ال weak electrolyte وال strong electrolyte اني strong electrolyte completely ionized ال weak electrolyte partially ionized لو عملنا اكسيبانيب زي ما انتم عارفين وبنوصل electric circuit وبنوصل لام هنبص لان ال HCL لما يدوف في الووتر هيديني strong illumination لللام ليه لانه كله تحاول الى ions بينما مع ال ascetic acid هاي بقى faint illumination اضاقة ضعيفة بعدين كل ما بنزود الووتر يعني كل ما بنعمل dilution كل ما بيزيد اللايت بتاعت اللام معناه كل ما بيتفكك اكتر لانه كان weak electrolyte وده وصلنا الى ان استفالد حطنا قانون استفالد is low هو بيعمل ال relation بين ال concentration with degree of dissociation and degree of ionization or degree of dissociation increase by dilution degree of ionization increases by dilution وبالتالي كل ما بنضيف في الووتر كان بيزيد دي طبعا نبتدي ايه ناخد عليها اه مسائل واخد اخد بالك اولاد مهم جدا ان انا اعمل بروف ل الاستفالد is low واعمل بروف ل ازاي بنحصل على ال k a وازاي بنحصل على degree of ionization وازاي بحصل على concentration of hydrogen ion لو في وقت ان شاء الله نبقى ايه نقولهم بسرعة طيب تعالوا نشوف القوانين اللي هتبقى بالنسبة لنا لو سي قلنا هنقول كده بسرعة اه عندي a b ده خلاص ده اتفكك الى ده اتفكك الى زائد ب طيب اتفضل بشوي اه 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 لو سمحت عايز عندي بس مسألة معتاك حضرتك تحت عمرك اتفضل ايه مسألة عن ال k s p عن ال k k s p اه تمام اتفضل او حضرتك شرحتها ولا ما اه لا كننحنقول لدلوقتي فه فرصة نشرح عليك طيب اه given that solubility product product k s p of solubility product اه of c a f 2 solubility product of c a f 2 c a f 2 equal 3.9 3.9 time temp or negative 11 negative 11 find the degree of solubility find degree of solubility and concentration of each ion and concentration of each ion بس كده فيش حاجة تاني لا لا ما فيش انجرام باللت a انجرام باللت انجرام باللت مكتوبة كده ولا لا اه لا هو مش كده مش عاوز انجرام باللت لا ممش ايه دي مسألة الافالويويشن مسألة كويسة جدا انا شرح عليك دلوقتي مرسي جدا اه لا عارفون تحت عمرك اه تابعني كده في التلفزيون ونشوف طبعا هنا كده هنقول بقى القانون التاني اللي خاص بالk s p مباشرة لما بيربع عندي المادة اه ديزولف مثلا عشان ناخد المسألة بتاعته تحديدا c a f 2 دي بتتفكك الى c a positive 2 plus 2 f negative ده بريسي بتات وده عبارة عن اقوس وده عبارة عن اقوس يبقى انا عندي عاوز اجيبي k s p solubility product يبقى الconcentration of c a positive 2 times الconcentration بتاع الفولورايت to the power number of moles 2 وما بكتبش ده لان ده قلنا solid ما بيكتبش انا عاوز بس اضيف لولادنا ملاحظتين مهمين قوي قوي يا مستر امتى بنكتب التو وامتى ما بنكتبش التو لو اداني اتنين concentration مختلفين يبقى مش حكتي بالتول انا خلاص الconcentration جاهز لكن قلي دي جري ولقيت عندي قيمة محددة قيمة واحدة يبقى لازم هضرب ده في 2 وده حيبقى في واحد ليه لان ده واحد مول وده اتنين مول اوكي طيب هنا المسألة بقى مختلفة شوية مداني k s b قال لي k s b عبارة عن معلش انا هستلزينكم عشان معلش كالكوليتر هخليها اربعة 4 times 10 to the power negative 12 هو طبعا بشيئة لانه 3.9 times 10 to the power negative 11 واخر نخليها الرقم ده عشان انا اقدر احل وكمل به يبقى k s b حيساوي حافطرد ان ده الكنسنترشن بتاعه x يبقى ده قدو مرتين 2x عشان ده 1 مول وده 2 مول يبقى 2x ولازم مرفوع على باور تساوي 2 ده تعريف الايه الصليبالي تبروضكت بيبقى البروضكت ملتبليكاتي الكنسنترشن او ايوز h1 ريس وزا باور اقوال number of ايوز which are اكوليبرا وزا ال precipitate انبالنس اكوشن يبقى هنا اقدر اجيب قيمة x يبقى 4 times 10 to the power negative 12 حتساوي 4 x to the power 3 x to the power 3 يبقى عندي ال x حتساوي خلاص حنشيل 4 مع 4 يبقى عندي الكيب كروت بتاعت 10 to the power negative 14 حتبقى 10 to the power negative 4 يبقى ده ال x يعني طبعا مول بالليتر مول بالليتر يبقى ال concentration بتاعت الكالسيوم هي x اللي هي 10 to the power negative 4 طب وال concentration بتاعت ال f هي اتنين من الكالسيوم ال concentration يبقى ال concentration بتاعت ال f حتساوي 2 times 10 to the power negative 4 واخد بالك degree غير ال concentration ال degree بنسبالهم اللي هي ال x اللي هي 4 10 to the power negative 4 لكن ال concentration بتاع الكالسيوم 10 to the power negative 4 مول بالليت وال الفضورين 2 times 10 to the power negative 4 اعذرني في تغيير الارقام دي بس عشان بدل ما ايه احلى عشان عاوز اوصل لك ال concentration يبقى المسألة سهلة قوي ان هو مديني ال ksb وطلب مني ال x عشان يعرفني انا هعرف استخدم ال 2 دي ولا لا لكن لو اداني قيمتين مختلفتين وعاوز ال ksb خلاص سهل بضرب ال concentration بتاع الك في ال concentration بتاع ال f انا زودت معلومة كانت موجودة في الكتاب النمزج القديم هو كان طالب الكلام ده احاوله الى وده طبعا مول بالليتر الى جرام بالليتر طبعا عندي سهل قوي ده بالمول هضرب المول في المليكولر عشان تحاول الى جرام هضرب في المليكولر بتاع الكالسيوم فولورايد اللي هو كانتر شكرا على السؤال بتاع بشوي ونكمل المسألة بتاعتنا اللي احنا كنا بنقولها لو كنا بنقول ان هجيب الاستفال قلنا ادي ال a b دويك الكتروليت اتفكك الى a positive زائد b negative ولو فرض ان ال degree of ionization هي alpha يبقى هنا كان بدأت بone mole يبقى one minus alpha يبقى ده number of moles alpha والفا وهنا one minus alpha طيب انا عاوز اجيب ال concentration يبقى هاسم على v هافترض ان volume v طيب يبقى على طول بقى اجيب k c او k a او k حسب الايصاب السنسل اللي عندنا بافترض ان ده اسد حيساوي ال product concentration يبقى ال bracket اللي عندي alpha over c ث alpha over c divided one minus alpha over v alpha عفوا alpha over v alpha over v على one minus alpha over v طيب يبقى نقدر نقول ان الكيس c حيساوي alpha في alpha ب alpha square والv واحدة تروح مع v هتنزل 1 minus alpha خلاص وحننزل v تحت طيب احنا قلنا دويك الكتروليت يعني alpha very very small يبقى تقريبا one minus alpha equals one ليه لان يعني one مول خدت منه alpha جزء small very very small يبقى تقوله الى يبقى equals one يبقى هنا تبقى one يبقى كأن الكيس هتساوي alpha square على v طب ما انا عندي الكونسانتريشن بيساوي ايه السي بتساوي النمبر of مولز على volume يبقى الشي الone على v وقت بدل منها c اذا الكيس او الكي ايه هتساوي alpha square في c ونادر نطلع منها بالقانون لو عاوز اجيب alpha هتساوي الroot كي اي على c ده بالنسبة للقانون الاولاني بتاع استفاد القانون التاني اللي احنا قلناه ان انا عاوز اجيب الكونسانتريشن of هيدروجين الكونسانتريشن هاخد مثلا weak acid زي ch3 coo h عمله dissolving في الووتر ده liquid وده liquid هيتحول الى ch3 coo negative plus h3 o positive هيدروجين اي نعرفين يا ولاد ان الهيدروجين اي is not found free in water على طول لما بيتلاقي الهيدروجين اي مع الووتر بيعمل وبيلتقط الاثنين الالكترون اللي على الاكسجين وبيكون هيدروجين او هيدرون اي فلما قول هات الكنسنترشن بتاع الهايدرون اي هو نفسه كايني بقول هات الكنسنترشن بتاع الهايدروجين اوكي طيب عنين نكتب ال ka constant of the acid حيساوي الproduct concentration ch3 coo negative by h3 o positive مفيش باور طبعا divided ch3 coo h طيب بقولي فين الووتر يا بيستر اه ان الووتر liquid ما بيكتبش لسولد ولا الووتر كليكود لكن الووتر فيبر ماشي يبقى ال ka حيساوي طب ما انا عندي دا وان مول ودا وان مول يعني concentration بتاع ال acid ion بيساوي ال concentration بتاع hidroxenium ion يبقى شيء ال acid انا مش عاوزه هقول ان ال ka حيساوي ال h3 o positive divided ال concentration بتاع مين ال acid تما concentration بتاع ال acid c يبقى divided c يبقى to the power two عفوا عشان حصل ضرب اتنين يبقى انا عندي constant ka حيساوي ال hydrogsenium ion to the power two concentration of hydrogsenium ion rest to the power two divided c ولو عاوز اجيب ال h3 o positive او ال h positive ion اللي احنا لسه جيبنا يبقى حيساوي ال root ka في c حلينها طبعا لسه الطالبة اللي سألت زميلكم يبقى ده لو عاوز اجيب concentration of hydrogsenium نفس الحكاية بالنسبة ال concentration بتاع ال oh h خلاص حيساوي برضو ال root بس يبقى kb لان oh h تبقى للبيز في c بتاع البيز مش مش محتاجين ان احنا نقدر نقولها خلاص سهلة علشان نقدر ندخل في الشابطة البعض ده بالنسبة ليه تقريبا يعني معظم الحاجة اه عفوا باقي النقطة مهمة شوية اه غالبا ان تيجي في الامتحان يعني هي لما باجي اتكلم على السلط هو asic ولا basic ولا هقول هفترض ان السلط عامل كالقاتي بي اي ده اقترح من عندي انا انها هتخيل ان السلط مقونا من بي اي الجزء الاولاني والجزء التاني الجزء طبعا يبقى البصف والتاني يبقى النيجاتيب وهعمل كده لو الجزء الاولاني يحتوي على البوتاسيوم او السوديوم يبقى ده لان الاولاني بيبقى بيز يبقى لو بيحتوي البارت الاول the first part على البوتاسيوم او السوديوم يبقى ده سترونج بيز الجزء التاني لو لقيت فيه عند الكولورايد او السوفيد او الميتريت يبقى ده سترونج اصيد يبقى لو انا لقيت السترونج بيز وما فيش واحدة من الاسد يبقى ده هز بيزيك افاكت لو لقيت واحدة من السترونج اصيد وما فيش البيز يبقى ده اصيد طب لو لقيت اللي اتنين موجودين يبقى لو لقيت اللي اتنين مش موجودين يبقى برضو بسرعة كده ناخد مثال حنقول السوديوم كربونات هبص هبص على السوديوم حلقة السوديوم موجود هنا يبقى ده وده الكربونات مفيش كربونات دويك يبقى ده هز بيزيك افاكت طبعا انا نعرف لو قال لي جيف ريزن مع الوطر يبقى بضيف عليه الوطر وبفكه والسترونج بيبقى مفقوق جاملا طيب لو انا خد سلط زي ده ف اي سي ال هلاص ده عبارة عن ويك بيز مش موجود في البيز اهو وده الاسد عبارة عن هدي الكولورايد اهو يبقى ده هز طيب ناخد بسرعة تاني لو عندي ده يبقى طيب لو عندي امونيون كربونات ده وده يبقى ده يبقى طيب سين هو قلي اكسبلين وتشرح استخدام هاخد مثلا فالأكزامبل يبقى اول هضيفه في الوطر هجيب ثري ميليكولز من الوطر ليه ثري ميليكولز يا مستر لانه عندي ثري ايونز من الكولورايد او يعني عندي ثري ايونز يبقى لازم اجيب ثري ميليكول من الوطر عشان تديلي ثري ايونز وببتدي اعمل بقى ده بيتفكك وده بيتفكك الF مع الOH ده ويك الويك بيز ليه لانه هو عبارة عن بارتلي ايونيز طيب والH سي اللي قلنا سترونج سترونج يبقى كومبيليت ايونيز يبقى كتبه كده بلاس 3 H بوس بلاس 3 CL نيجاتيب اكورنج تولو شاتيلي هنبص اللي ان الOH بتقل يبقى اضطر رضيف ووتر تاني عشان اعمل انكريز للOH اكورنج للوش تلي وبالتالي يبقى الكونسنتريشن of H انكريز ولما يزيد الكونسنتريشن of H يبقى it has acidic effect يبقى لو عام عاوز اكسي بلين ما نساش اكتب مع الوطر لو انا بتكلم بس يبقى اعرف اشوف الايه البرت الاولاني لو فيه صوديم او بتاسيام يبقى سترونج باز البرت التاني لو فيه كولورايد او فيه صالفيت او فيه نايتريت يبقى سترونج الاتنين موجودين يبقى نيوترل الاتنين المش موجودين يبقى برضو نيوترل ندخل دلوقتي فيه شابتر الفور على الالكترو كيمستري ودي مسألة مهمة قوي وبيبقى فيه مقوم من جزئين اتنين جزء حاجة اسمها الجالفانيك سل وجزء اسمها الالكترو الالكترو الفرق بين الاتنين بسرعة ان الجالفانيك سل الفكرة الاساسية ان بيتحول الكميكا الى الالكتريسي بينما الالكتريك سل انا بستخدم الالكتريك كارر في ان انا اعمل كيميكا الالكتريسي بتغير بالنسبة للسابستانس او المادة الموجودة وده فيه ابليكيشن وده بس نقول ان الجالفانيك سل اكتشفت ازاي لما جالفاني جاب الكبر صالفيت لونها بلو وحط فيها زين زد ان بعد فترة بس البلو كالر ده دي السابير وحصل ترسيب ريد كبر على الزين ايه اللي حصل ان الزد ان مع الكبر صالفيت تحول زد ان صالفيت واترسيب الكبر لما نجي نتكلم من حيث الزد ان كان زيرو والكبر كان بوستيف تو يعني فقط تو الاجزوز ادهم للصالفيت فييجي في التفاعل الزين يدي لاتنين الالكترون اللي كان فقدهم لوسز من الكبر الى الكبر عشان يبقى هو زينك بوستيف تو عشان يقدر يتحد مع الصالفيت ويترسيب الكبر اللي بقى شحنته زيرو اذا فيه انتقال الالكترونز ما بين الزينك الى الكبر فلو قدنا نحصل على زي ما عمل فولتا ان نعمل سيبريشن ل كل واحدة منهم فيها الزينك يعني واحدة فيها الزينك بها الزينك بتاعته زينك صالفيت والكبر في الكبر صالفيت نشوف الرسمة بتاعت الجالفانيك سيل ودي الجالفانيك سيل اعمالها دانيال فتسمى دانيال سيل هنشوف حالا دلوقتي قدامنا ادي الدانيال سيل ادر فولتا ان يفصل التو سليوشن فحط هنا الزينك في الزينك صالفيت وحط هنا الكبر مع الكبر صالفيت عندما نضع نارنس على المسم نارنس قاله عندما نضع نضع نارنس في صالفيت سليوشن هيحصل حاجة من اثنين اما ان المثال كونفرت انتو اينز اندزول 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 وده لو كان الاكسيديشن بتاعته عالية او العكس السليوشن الاينز من السليوشن تتحول الى متال على الرود على المثال لو كان الريداكشن بتاعته هي اللي اعلى في حالة الزنك هنا الزنك يبيتحول الى وبيبدأ على طول الرود ده وياخد زنك يفقد زنك وبيبقى ده نيجيتف ونيجي هنا في الحالة الكبر بيبقى العكس بيبقى الرود كبر ده وياخد منه اثنين الكترون عشان يحصل فيبقى الرود ده ازن اصبح ده نيجيتف مع بعض لكن لازم نقف الالكتر عشان يعمل فبنحط حاجة اسمها الصوت بريج الصوت بريج يو شاب دي تيوب اهي قدامنا يو شاب دي تيوب كنتينز سترونج الالكتروليد زي ال زي الكتو س او زي زي ال شرط ان سترونج الالكتروليد دوز انت راكت وز لكن هيعمل ايه الاين الزينك هنا هتزيد لغاية ما هيوصل للرود ده طبعا قيمة اللي هو 0.76 اوكي نسمع بنتنا الاول بعدين نكمل الجالفانيكسل ان شاء الله صدالي اه ايو السلام عليكم عليكم السلام وعط الله بركاته اه انا عايز اتسأل هي الفيزيكالستيت نحفظة كلها انا قلت الفيزيكالستيت قبل كده مرتين وحقول تانية لا هو مطلوب من الفيزيكالستيت حبوص الفيزيكالستيت انا عندي الاقوشن موجودة فين في شابتر 2 الاقوشن كتير قوي وفي شابتر 3 قرص في اقوشن في شابتر 4 يعني مش مهمة قوي مش مطلوبة دلوقتي شابتر 3 انا مش بطلب لما باجي اكشف على السولت بقول بميحصل مثلا بريسيبيتيت لون وايت او لون بلو او لون ريدش براون يبقى بريسيبيتيت يبقى انا حفظت هو ال ايه الفيزيكالستيت وبالتالي يبقى الباقي ما هواش بريسيبيتيت يعني مثلا لما نقول الاجي السيلفر نايتريت هلصت ضفته على المسلا السوديوم كولورايد انت عارفة انه بيديني السوديوم نايتريت وبيترصب الاجي سي ال ممكن تتابعينها في التلفزيون يا لا اه هو سويني هو التلفزيون افضل مش رجال عني طيب خلاص اوكي هاولى بقولك بسرعة ولو في اي ملاحظة تبقى تقول ايه اعدالك هنا بنقول ده وايد بريسيبيتيت صح او معي يبقى لما ده يبقى وايد بريسيبيتيت يبقى لستيت بتاعته ايه بريسيبيتيت يبقى الباقي ده مدفر سيليوشن يبقى ده اقوص وده اقوص وده اقوص باقت سهلة كل التفاعل بالطريقة دي طيب ناخد مثال تاني لما ببقى فيه جاز افولفل احنا لما ناجي اكشف مثلا على السوديوم كربونات كنا بنضف له ايه انتبع معانا هتجاوبي اه بنحط له اتش سي ال صح بيبقى ده سولد فاكرا بيكشف السولد سولد مع هيدروكلوريك أسد يبقى ده ليكويد خلاص اتحفظت طيب الناتك بيكون ايه بيديني ال ن ا سي ال تو ن ا سي ال ون ا سي ال دوزولف انوتر انا في كل املاح السوديوم دوزولف يبقى ده اقوص بلاس ووتر اتش تو او ليكويد بلاس كاربون ده اكشف مش ده بنكشف عن الكاربونيت اني نما بنحط اتش سي ال يبقى ده جاز يبقى انا دي عرفتها ماشي اصل مدارس عندنا قلنا ان كلها لنا حز وكبان مش انا بس ده صحابي كمان صح مطلوبة هتجيلي كده في الامتحان يا ولا هتجيليك في الامتحان تطلوب الستيت هل دي فيها صعوبة لما يجي كل الاندي اكتبها بالشكل ده بالشابتر تو يعني لأ طيب تعالي بقى ناخد شابتر سري مهم اقوى في شابتر سري ليه لان احنا لو فيه عندي سولد وانا لسا اهد لك لو فيه عندي سولد او فيه عندي ما بيكتبش فالا ايكوشن البسيطة اللي عندي احفظها لو هو الاندي ايكوشن البسيطة اللي عنده هكتب لي هو الفيزيكال استيت يعني مثلا لما اقول النايتروجين مع الهايدروجين خلاص وبيديني الامونيا جاز تو ان اتش سري لازم اقول ده جاز وده جاز وده جاز عشان يبقى فيه اكولابريا خلاص يبقى لازم هنا عرفت الفيزيكال استيت لو عندي اي 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 عندك هكتب تحتها اقوص والاسد كلها هتبقى ليكويد والصولد هيبقى صولد يعني ان شاء الله هتلاقيها بسيطة اوي حاولي فرعة جمعي كل الاكوشن دي بزات شابتر 2 وشابتر ايه وشابتر 3 طيب شان دي المهم فيه سؤال تاني يعني هما دول بس لاكتر ايه اه فيه سؤال تاني اه هو سؤال في شابتر 2 نتصدان اه ان ايرن اور ان ايرن اور اه كونتين اه كونتين اه 30% ايرن اوكسايد اللي هو ف اي 2 O 3 ف اي 2 O 3 ايرن 3 اوكسايد اه بعد كده بيقول لي هاو منى تاني هاو منى تان dust A من دولة دولة سكستي ايت ومديني الاكسجين سكستين اوكي حاضر نحل لك المسألة دي سهلة دلوقتي نشوف المسألة دي بسات عب هو بيقولي الايرنقور انا عارف ان الايرنقور دي عبارة عن الفي اي تو او سري ومعها امبيريت معها شوائب اوكي قال لي ان نسبة الفي اي تو او سري هي سيرتي برسنت نسبتها كام سيرتي برسنت طيب نشوف المسألة بيقول ايه عاوزي يحول الفي اي تو او سري يعمل لها ريداكشن انا بنعمل ريداكشن سيب الكربون منوكسيد لو في فرن البلاست فرنس عشان يديني اتنين الفي اي ويطلع الكربون دايكسيد ونحط هنا ثري وهنا ثري طيب how many ton of ore needed to get one ton of iron يبقى علاقة ما بين القور الفي اي تو او سري وما بين التو اف اي هجيب المول بتاع الفي اي تو او سري اللي هي تو في ففتي سيكس بلاس الاكسجين سري في سكستين واشوف دي هتطلع كام ودي تو في ففتي سيكس يبقى انا جبت المول بتاع الفي اي تو او سري والتو مول بتاع الايه الفي اي دي لما نحسبها كده معرفش هتحليها كده بالمسألة معايا معايا الكالكوليتر هتطلع او سيكستي ودي وان وان تولب معايا ايو طيب انا كان خلاص انا حل ارقام محافظة اهي كتبتها حلتها بسرعة يبقى من الاكويشن البالانسيد اكويشن كل وان سيكستي جرام من الاور بيدي وان وان تون يبقى كام من الاور حيديني وان وان تون من الفي اي وان تون خليها تون زي ما هي ما تحوليهاش الى الكيلو جرام لانها بعد كده عاوزة بالطن واعمل كروس ملتبليكيشن هتطلع المس بتاعت مين بتاعت الفي اي تو او سري معايا ماشي لغاية كده كويس اه طيب يبقى المس اوف ايف اي تو او سري حيساوي ال وان سيكستي ديفايد وان وان تول ممكن دي بقى تحليها بالكالكوليتور تطلع كام اه تطلعني وان سيكستي على كام وان سيكستي على وان هندرد تول وان هندرد تول اه هتطلقى تين اوبر سين تين فور كام بقى وان بوينت فور وان بوينت فور يبقى دي وان بوينت فور خليها تنظيم هاي ده عبارة عن الفي اي تو او سري طب ده بيمثل قد اي من القور كل وان هندرد فيها سيرتي برسنت صح مش انت قلت سيرتي برسنت من الاي الفي اي تو يبقى ال وان بوينت فور هيبقى القور قد اي واعمل كروس ملتبليكيشن بطلع القور المسلوب سهل معايا دي مسألة طبعا كانت موجودة في كتاب المدرسة الكتاب القديم وهي سهلة جدا ان هي علاقة ما بين المولز وبعد كده مستخدم العلاقة التانية اللي هي استخدام الايه البرسنت ودايمن كروس ملتبليكيشن بيسهل كتير اوي اوي بدل ما عود احفظ قوانيه كتير اوي كمباوند اي حصل له بوليمرزيشن اوه مم حصل له بوليمرزيشن يدي بي ضدالي بي ريكت with the colorine in direct sunlight in direct ولا in the direct لا in direct. يعني في وجود الالترافيلوت. يعني ماشي. بعد كده تو جاب كمباوند سي. جاب كمباوند سي. بعد كده عايز بتاع كمباوند اي و بي و سي. وعايز اه وان يوت للكمباوند سي. طيب. الكمباوند اي. هنقول ان هو سي تو اتشي تو. استيلين. لما عمله تريماريزيشن. بوليماريزيشن. لما سخنه في رد هوت نيكل تيوب. هيتحول الى بنزين. سي سيكس اتشي سيكس. ماشي معايا. او. تمام خدنا دي. طيب. لما فعل البنزين مع الكولورين. احيانا احدي الحالتين الاتنين في وجود الديريك والانديريك قدي البنزين مع الكولورين لو في الانديريك صليت انديريك يعني في وجود الالترا فيلوت انديريك صليت انذا انديريك هيحصل الكلورين هتدخل مكان الهايدروجين ويحصل هالوجينيشن وتدينه كلوروبنزين ويطلع HCL يبقى المركب ده اسمه كلوروبنزين يبقى الاولاني كان أستلين او إيثاين والتاني كان بنزين والتالت كلوروبنزين الكلوروبنزين يستخدم في ايه بقى فاكرة ولا فاكرك لما بنعمله أفعله مع السوديوم هيدروكسايد في وجود 300 ديجريس ووجود 300 أتموسفيرك هيديني الفينول بلاس ني او اتش 300 ديجريس وسريقة مصورك هيديني الايه الفينول طيب ماشي شكرا طيب لو كان ده دايريكت بقى انا محب ازودلك معلومة بقى لو كان هنا في الدايريكت سانلايت يبقى هيتفاعل البنزين مع سري سي أل تو في الدايريكت سانلايت فاكرة هيدي ايه جاميكسايد جود جاميكسايد اللي هو بيستخدم كايه انسيكت سايد لا براوو عليكم مذكره كويس في سؤال تاني لا اخبت كده شكرا يا كنت اتمنى اسمع منك اسئلة اكتر براوو عليك وموفقة ان شاء الله بالتوفيق يعني طيب احنا وصلنا الى كنا بنشرح ايه الجالفانيكسيل وشوفنا الجالفانيكسيل عاوزين نحاول ده بقى الى اكسبريشن هو التفاعل حصل ايه حصل ان الزد ان تحول الى زد ان بوستف 2 وفقد اتنين الكترون يعني حصل له اكسيديشن هنعتبر ده الانود دايما الانود بيحصل له اكسيديشن والكبر كان كبر بوستف 2 خد اتنين الكترون اللي فقدوا من زينك حصل له ريداكشن وتحول الى سي يو لما اجي اكتب الاكسبريشن بتاع الجالفانيكا اولاد بنعمل كلقاتي بنقول هنا الانود في البداية على ايه اللفت هان وهنا الكاثود ودايما الانود بيحصل اكسيديشن دايما عند الانود ايه اكسيديشن الزد ان كان زيرو تحول الى زد ان بوستف 2 وبعدين اد السولت بريدج قلنا السولت بريدج اللي بتعمل نيتراليزيشن للإكسيز آين وبتعمل كلوز للسيركيت وبتسمح بمرور الالكترين والكابر كان بوستف 2 حصل له ريداكشن وتحول الى الكابر زيرو دا بالنسبة للاكسبريشن بتاع الجالفانيك سيل ويبقى دا لو بدأت في وقت قياس يبقى دا وان مول ودا ايه وان مول ككونسنتريشن دا بالنسبة لالجالفانيك اللي احنا شفناه طيب حيي انا مفيش عندي لو نشوف كده الجهاز هنا الفولت ميتر دا بيقيس البوتنشال دافرنس بتوين التوالكتروز مفيش عندي حاجة بتقيس مباشرة الالكتروز بتاعة الالكتروز فعشان نجيب الالكتروز لازم يبقى عندي الالكتروز معروف القيمة بتاعته ستاندر الالكتروز لقينا ان الالكتروز بتبقى القيمة بتاعته زيرو الفاليو زيرو لما نبقى نحضره بالشكل دا نشوف الرسمة بتاعتنا ادي الالكتروز الالكتروز الفاليو بتاعته زيرو وبيستخدم طب انا عشان نجيب هايدوجين كسولد صعب محتاج طبعا الالكتروز منخفضة جدا او ضغطة عالي جدا لكن استخدمنا خاصية مهمة جدا للبلاتينام ده بلاتينام شيت كورد باي سبونج بلاتينام بلاك شيء شيت من البلاك بلاكينام عنده ليه ليه البلاكينام هزة ابليتي تو ادزورب الهايدوجين ادزورب ادزورب يعني يلتصق الهايدوجين على سطحه يبقى لما نجيب هنا عبارة عن بليت من محتاجنام وبيكون طبعا squirt 1 square ونوصل من جاز يحصل على الهايدوجين جايبين الهايدوجين مسلا منتفعهم المتال مع السد ده هييد جين ويكون الهايدوجين جاز الضغط بتاع 1 اتموسفيريك لازم الفاليو اللي انا بقولها دي عشان نديني قيمة الهايدوجين 0 لازم يبقى الاتموسفيريك بتاع الهايدوجين جاز 1 حالي desired جاز الهايدوجين جاز على سطح مين البلاتنام وحطيني البلاتنام دي في أسد وليكن سلفوريك أسد أو هيدروكلوريك أسد HCL 1 مولر لازم الكنسنتريشن 1 مولر يبقى أنا حطيت الألمنت مع سوليوشن يحتوي على الآيون بتاعته يبقى دي حيديني عبارة عن هاف سيل دي من ساميه هاف سيل يبقى ده الهيدجون إلكترود 5-0 يبقى لما أخذ بقى كده وير من البلاتنام شيط اللي عليه الهيدجون ووصله بالفولتاميتر ووصله باللانعوزة إيس ومسلا الكالسيوم البوتاسيوم whatever الاليمنت اللي عندي أقدر أجيب الالكترود potential of other elements عملنا الكلام ده زي ما أنتم عارفين وعملنا arrangement الاليمنت according to their oxidation potential or reduction potential refer to the hydrogen electrode وطالعا عندي ما يعرف باسم الالكتروموتف سيريس يبقى الالكتروموتف سيريس هي عبارة عن arrangement of elements in ascending order in ascending order according to the reduction potential of the elements أو descending order according to the oxidation ويبقى الالمنت اللي موجودة أعلى بيبقى higher oxidation بتبقى هي الأند وهي اللي بيحصل لها فاقدة للالكترون لما بنوصلها في السلة وهي اللي تبقى more active وتقدر تعمل الـ replace اللي تحت منها طيب هنستفيد بقى من الجالفانيك نعمل application في ان انا اعمل اوصل الى ما يعرف باسم الجالفانيكسل زي فيه عندي نوعين اتنين فيه primary جالفانيكسل وفيه secondary جالفانيكسل ايه الـ difference between الـ primary والsecondary جالفانيكسل يا مستر؟ هنقول ان الـ primary جالفانيكسل cannot be recharged primary can't be recharged خلاص بدخلصة فادا عندي نوعين اتنين او two example فعندي الميركريسل اللي بتستخدم فيه الواتش بتستخدم فيه الهدفون الهدفون وبتستخدم فيه الـ toys بعد اللعب الصغيرة دي نحن نشوف شكلها دلوقتي وفيه عندي النوع التاني وهو الـ الـ fuel cell fuel cell طيب دي cannot be recharged لكن فيه حتى مهمة بالنسبة لفيل cell باستمرار بنزوضها بالـ hydrogen وفيه عندي secondary secondary cell دي can be recharged زي الكار باتري الكار باتري طبعا فين الباتري وذكار لما بيحصل لها بنعمل لها discharge بحصل منع على الـ energy اللي بتستخدم طبعا للحصول على الـ electricity وبعد فطرة بقدر نعمل لها recharging تاني هنعرف طبعا لما نشرح التكوين ايه وفيه عندي بعد كده lithium iron battery هنقول كده بحاجة سريعة بالنسبة لولادنا ايه كمفروض ان احنا طبعا احنا قلنا كلام ده في حلقة صبعا ان انت تعمل لك كده ورقة كبيرة كده شوية انا حوليك الشكل عامل ازاي لكن طبعا مش هنشوف لان البيانات ربما تكون صغيرة بالنسبة لك انك تعمل compare between say زي الـ diagram ده وهعمل كده والفيل سيل والكار باتري والليثيون باتري وتعمل كده من حيث كل الحاجات الموجودة عندك بقى ان انت بحفظتها وحفظت الـ compare لانه ممكن يجي لك compare على point او two points three points هنا مثلا في المركري سيل هنلاقي ان المركري سيل الانود عندي هو عبارة عن الزينك بينما في الفيل سيل الانود هو الهايدوجين في الكار باتري هو الليد في الليثيون اين باتري هو عبارة عن الـ LIC6 الكاثد هو عبارة عن الـ HG HGO المركري اوكسايد في الفيل سيل الكاثد هو عبارة عن الاكسجين في الكار باتري هو البيبي او تو في الليثيون هو عبارة عن LICO او تو ليثيون كوبالداكسايد الالكترويد عفوا في الميركري سيل كي و ايج في الفيسيل برضو كي و ايج في الكارباتري عبارة عن السلفوريك أسيد هنا في الليسيام فوسفرس هيكسافلورايد الابي عفوا الامف في الميركري سيل 1.35 الفيسيل 1.23 الكارباتري بيبقى كل سيل منهم 2.05 وهم بيبقى 6 سيل يبقى بيتديني الباتري 12 فولت الليسيام ايون باتري بيتديني 3 فولت تعرف بقى الرياكشن اللي بيتم عند الانود وعند الكاسود والتوتال رياكشن هاول بصير عالتوتال رياكشن ووريك دايجرام للرسومات دي بس بشكل أكبر شوية في الميركري سيل زد ان بلاس باتري ادي طبعا البليتس دي الانود والكاثود هي عبارة عن بليتس كده من الليد ومحطوط فيها الانود هي موجود فيه الليد والكاثود هي موجود فيه الليد دايجرام والكوشن بتاعته البي بي 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 او تو بلاس فور اتش تو بلاس تو اس او تو نيجاتيف لان ده طبعا السلفوريك اسيد هيديني 2 بي بي اس او فور و 2 اتش تو اوم الدينست انا بتبقى حوالي من 1.28 الى 1.3 لو قلت عن كده بنبدأ نعمل نتيجة زيادة الوطر فالدينستي بتاعت الاسد بيت قيل او نتيجة تراكم البي بي اس او فور يبقى الليد والليد دايجرام خلصو بالنسبة للتوتر اكشن في الليثيوم باتري الكربون مع الليثيوم كربون كوبالت دايجرام هيحصل الليثيوم هيكسا كاربايت مع الكوبالت دايجرام او كوبالت اوكسايد هو بيحصل بالضبط ان الليثيوم بيتبادل ما بين الكربون وما بين الكوبالت اوكسايد ده بالنسبة لو انت عملت دايجرام زي دي اولاد يبقى انت فعلا هتبقى رجعت كل المسائل بتاعة السلز تعال نشوف السلز دي بسرعة تانية واحدة واحدة كده اكبر شوية ادي نمبر وان الميركري سيل هنشوف الميركري سيل هنا هطلب مني طبعا فيه عندي الشطر ده فيه رسومات فيه عندك اللي انا بقولهم دولان السلز الاربع دولان وفيه عندي بعد كده التجارب بتاعة الالكتريتك سيل اللي هي الالكترو بلايتنج اذا نعمل بلايتنج باستخدام الالكتريستي والبريباريشن اوف الامينم من البوكسايد والحصول على البيور كبر من سامبل امبيور كبر ده الميركري سيل وده بيبقى عبارة عن الكابسولة دي كلها بتبقى عبارة عن سترونج ستيل لان هنا بيقى فيه عن ميركري والميركري العرف ان هو ايه بويزنس وهنا بيبقى فوق كده عبارة عن الزد ان اللي هو الانود وبيبقى تحت الهجي او اللي هو الكاثود وبينهم هنا بيبقى الالكتروليت بينهم ايه سيبريشن وده الاكوشن اللي احنا شرحنا لدي ادي الفيول سيل بتبقى عبارة عن هنا الكاثود وهنا الانود بيتعمل سابلايل الانود بالهايدروجين وبتكون عندي بيطلع عندي ووتر وهنا بيبقى فيه سيبريشن بين الاتنين عشان يبقى فيه عند الكاثود الالكتروليت يبقى الالكتروليت موجود هنا اللي هو الكو ايتش وبيتم تبادل الهايدروجين الى الهايدروجين اين وبيفقد الالكترون ان الهايدروجين يتفاعل مع الو ايتش نيجاتف اين عشان يدي الووتر وعند الكاثود الاكسوجين يحصل له ريداكشن ويتحول الى او ايتش لما يتفاعل مع الافور الالكترون والووتر يبقى التوتر ري اكشن الهايدروجين مع الاكسوجين حيديني الووطر ويديني 1.23 فولت ده قيمة الفيل سيل البعد كده حنيجي نشوف الكار باتري اللي احنا شفناها ده عبارة عن قدي البليت ده يحتوي على البي بي او تو ده يمثل كاثور والتاني ده يمثل أنود ونبص 1 2 3 4 5 6 يوصلوا كلهم مع بعض يبقى ده النيجاتيب تعال لدي 1 2 3 4 5 6 من بليت تحتوي على الكاثود وده يعتبر البوسط وده كله يبقى عبارة عن السلفوريك أسد وتبقى دي الكار باتري نيجي نشوف اخر حاجة الليثيوم ايون باتري قدي الليثيوم ايون باتري عبارة عن عبارة عن كونتينر كده من الكربون عبارة عن تيوب من الكربون يا أولاد ده يبقى فيها الليثيوم يبقى ده ال LIC6 وهنا هيبقى فيه الكوبالت اوكسيد مع الليثيوم يبقى الليثيوم كوبالت دايكوسايد او اكسايد وهنا بيقى فيه السيباريتور بين الاثنين علشان يبقى فينا عندي السيليوشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو عبارة عن لاثيوم ليد هكسا فولورايد والتفاعل عند الانود ال LIC6 بيحصل له اكسيديشن يبقى هيطلع ال LI بصدف يفقد الالكترون وعند الكاثود الكوبالت اكسايد يتحد مع اللاثيوم اللي بيحصل له بالالكترون عشان يديني LICOO2 يبقى ده الوكسيديشن عند الانود والريدكشن عند الكاثود يبقى التوتر اكشن زي ما احنا قلنا LIC6 ده صوليد وCOO2 يحصل ديس تشارج يديني C الكربون وLICOO2 لما نعكس التفاعل يبقى تشارج او ريتشارجن يبقى الليثيوم هلاحظ كده ان الليثيوم بيتبادل مع الكربون ويسيب الكربون يروح لCO2 ومع CO2 يسيب CO2 في الريتشارج ويتحد مع الكربون او يروح للكربون ده بالنسبة للسلز الموجودة نيجي نشوف مسألة سريعة على السل دي وبعدين ندخل على القوانين بتاعت فردي في الالكتروليتيك سل وان شاء الله تكون سهلة شوي اوكي نشوف مسألة سريعة يا ولاد على السل مثلا بيقول لي عندي 2 elements الاس ان الاس ان الريدكشن بوتنشل بتاعته negative 0.14 وعندي او ده بوستيف 2 طبعا بوستيف 2 حول الى بوستيف الى اس ان وعندي الاجي بوستيف بيتحول الى اي جي وانو فيلاند والريدكشن بوتنشل بتاعته 0.8 وعاوز يجيب الامف وعاوز يعمل انا بقول كده ان احنا اول ما جيلي مسألة زي كده هنعمل التابل ده هنحط هنا elements هنا الفالانسي هنا الاكسيديشن بوتنشل وهنا الريدكشن بوتنشل ونحط الريدكشن بوتنشل القيم اللي مدهاني الاس ان قال للريدكشن نيجاتيف 0.14 يبقى الاكسيديشن بوستيف 0.14 وقال للأي جي وطبعا Lil valence 2 ال米 جي الريدكشن 0.8 يبقى الاكسيديشن نيجاتيف 0.8 هنا في الخط اللي في النص ده هعمل هكتب هنا الانود وهنا الكاثد ان الانود بيحصل له اكسيديشن مين اللي يحصل له اكسيديشن الاعلى في الاكسيديشن اللي هو الاس ان يبقى الاس ان يتحول الى الاس ان بوستيف 2 حصل له اكسيديشن ومين هنا اللي هيحصل له ريداكشن هنا هيبقى الكاثرد يحصل ريداكشن الاعلى في ريداكشن القيمة هي او بوينت ايت اكبر من نيجاتف او بوينت فورتين يبقى ال اي جي كان بوزتيف تحول الى اي جي زيرو طب هنا ده فقط اتنين الكترين لازم نعمل بالانس يبقى اكتب هنا تو وهنا تو عاوز اجيب ال اي ام اف اخر حاجة ال اي ام اف ال اي ام اف بتسوي بس ابدأ بالانون او ابدأ بالكاثرد او اخد الاكسيديشن بتاع الانود اللي حصل الاكسيديشن مين الانود يبقى الاكسيديشن بتاع الانود زائد الريدكشن بتاع الكاثرد او بوينت ايت هيبقى القيمة او بوينت ناين فور فولت بكده دي طريقة سيد لقوي قوي حل المسائل ونرجو ان شاء الله ان يكون ابناءنا الطلبة قد استفادوا من المراجعة اللي احنا قدمناها وان شاء الله يبقى عندنا حلقة غدا باذن الله هنستكمل الجزء دو ونحل شوية اسئلة والمودلز اللي الوزارة حطاها يعني نشكركم على حسن المتابعة والشكر موصول لزملائي في الاستوديو اللي ساعدونا على ان تطلع الحلقة بالشكل المردد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة